وفي سياق التعاون العربي المشترك والمواقف العربية المنصيرة لأهل المحافظات المنكوبة أكد سفير المملكة العربية السعودية في العراق ثامر السبهان أن المملكة تعتزم تقديم مساعدات عاجلة للمتضررين في الأنبار وقال السبهان في تغريدة نشرها على حسابه بموقع التواصل تويتر إنه ينسق حاليا لإيصال تلك المساعدات عن طريق مركز الملك سلمان مضيفا أن الخطوة واجب على السعودية وجاءت بتوجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز